أهلا بك عمير 충طّب وأهلا بك سيد مصطفى بيراف بجمهورينا الكريم و بـ سيد مصطفى بيراف رئيس الجنوية الأنبيية الجزائرية أهلا بك سيد مصطفى و شكرا لك على تلبية الدعوة بسعى الخير شكرا لنا الدعوة في البداية سيد مصطفى بيراف لو نتحدث عن التراجع الرهيب لرياضة الجزائرية سؤال مطروح لماذا هذا التراجع؟ ما هي الأسباب؟ خاصة النكسة الأخيرة في مونديال لندن لألعاب القوى الجزائرية سيد نساطة بيراث كل حل بالخلصة نقدر نقول بأن تراجع الرياضة الجزائرية عنده سبب واحد هو أن الرياضة الجزائرية لا يوجد في المستوى الذي يجب أن يكون فيه ومن ناحية العمل المجتهد بالمقارنة ما يجري في البلدان المتقدمة أنا أبعد بسعف الرياضة هي محترفة وعليش أنا أبعد سيد نساطة بيراث هذا هو التساؤل لكل يطرح هذا التساؤل نقدر نقول لك بالمجهودات التعدلة كانت جيدة كبيرة خاصة برنامج فخامة رئيسة جمهورية الذي هو معروف من كل الجزائريين والجزائريات أنه هو مشروع ضخم وموالطائلة يعني تصرف لفائدة الرياضة الجزائرية نتكلم على المنشآت فيما يخص المنشآت وفيما يخص برنامج رئيس جمهورية فيما يخص الخدمة يعني في الأندية رانا معطلين بزيف فيما يخص الخدمة في الأندية وفيما يخص الخدمة كذلك في الرابطات والانتحاديات أنا متعطلين أنا متعطلين بأشباب عندها أشباب على كل حال فيما يخص من ناحية التقنية من ناحية الميتودولوجية من ناحية العلمية عندها أشباب وأنتم عارفين الأسباب الأولى هي الأجور الأجور المدربين والتقنيين والأجور اللي غالي يكون التقني يعني عنده الكفاءات وعنده الإمكانيات يغادر للجزائر ويصبح هو في الخليج ولا يصبح يخدم في أي بلد وهذا على كل حال في الساحة العالمية معروفة الشيء معروف الشيء للواج دولوفري للدوموند الطلب أنا أنا نظن بلي كذلك الإرادة قلت في الصحافة تاكم قلت بلي بولمرقة ومرشلي وحمد وبينيدا وكل هذا الرياضين تواعنا كانوا في المشتوى العالي وطلعوا على المشتوى تابط الأولمبيين ولا بط العالميين ما جاتهم شاق ذلك مهدوفة جاتهم بالخدمة وبالعمل يعني وبمجهودات كبيرة وورانا نشوف بأن عند الشباب حاليا الأمور ما هيش في نفس في نفس العقلية وفي نفس البسيكولوجيكية الأمر اللي يخص بالخدمة يعني تمنسوا أنت عارف بأن الرياضيين تعمل المستوى العالي في فرنسا ولا في أمريكا ولا في إيطاليا يبدو تمنسوا في النهاية المعدل يعني تمسها يوميا نحن المعدل تعنا ساعة ونص يعني عند الرياضي اللي عنده إيرادة كبيرة وعنده يعني سيد مستوى بيروف كيف تفسر بأنه منذ 2003 ما نحصلش على أي ميدالية في بطولة عالمية لعلعب القوى وغاب يعني حتى مخلوفي لما غاب غابت الميداليات أيضا أنا نقدر نقول لك باللي فيما حسب يعني ما نقدر نعبر هنا أن الأمر يخص بالمسيرين في كل فترة أولمبية كانوا منورات باش نختاروا المسيرين تاعة الاتحاديات وفي هذا الجانب في تقريب 70% تاعة الانتخابات صبنا ناس دي ما عندهم مش علاقة مع رياضة ولما مرشوش هذه الرياضة أنا هذا خلق نسمي هذا من مشؤوليتي هذا من مشؤوليتي نتكلم على شي ورأني مشؤولة على وش نقول أنا نظن باللي كل واحد عنده كل واحد صنعته كل واحد صنعته ما تخدرش تدير واحد على رأس يعني اتحادية مثلا لا على رأس تدير تدير يعني أهل اختصاص هكذا أهل اختصاص ولازم اليوم نشوفه هذ الناس الخبارة واللي عندهم تجربة واللي عندهم الكفاءات والرياضين السابقين هذو نعطوهم الحد باش هما يكونوا يعني على رأس هذه الاتحاديات ويكونوا يعني في البرنامج يشاركوا في البرنامج وفي التخطيط اللي راح يسمح للرياضة الجزائرية باش تاخد يعني الوضع الوضع اللي لازم تكون فيه أنا أكيد بأنه عنا إمكانية كبيرة إمكانية بشرية كبيرة عنا مواهب الشابة عندها يعني كفاءات كبيرة وانت تعرف بأنه في بزاف المحافل الدولية المواهب الشابة كانت في القيمة لكن غير يفوتوا هذه المرحلة تعي فوتوا من جينيور باش يطلع للسينيور يصبح يعني في ضل المشاكل تعدني هذه والتنظيم الأورغانيزازيون من البرميبا ما تسمحش من الرياضة المواهب بهذا باش يعني يكونوا في ظروف لي يزيدوا يحسنوا المستوى التحمل أنا أنضرب لليوم حانا الوقت باش نضموا الصف ونديروا استراتيجية نحن نقل في اللجنة الأولمبية السيد مصطفى بيراف نقطع قبل الحديث عن الاستراتيجيات وعن الحلول الممكنة نبقى في ألعاب القوى البعض يقول أنها في خطر خاصة أن ألعاب القوى للغابة التي كانت يعني الشجرة التي تغطي هذه الغابة الآن ألعاب القوى الكل يقول بأنها في خطر وهذه رياضة التي كانت تقدم الكثير يعني لجزائر من ميضانيات الآن حتى هذه رياضة ما نشوف وغابت مؤخرا في موديال لندن شوف أنا نقدر نقول لك حاجة بأن ما يخص عبرة تعي نضم المشاركة على لندن كانت كاريتية وما لازم نغط وش سمش بالغربل كاريتية لأسباب عديدة والأسباب هذه ما يش في وما يقول لك منها ما يش في وزارة شبيبه ورياضة لماذا تحمل المسؤولية مباشرة الأسباب الاتحادية الاتحادية لعب القوة لازم تاخد بعين الاعتبار بأن الناس لازم يقوموا بالواجب ويكونوا في الواجهة ويكونوا في الميدان لازم موالين الصنعة ما نقدروش نجيبه ناس حتى لو كانوا قاريين ولا وما عندهم ش الصنعة وما عندهم ش التجربة وما عندهم ش يعني علم هذه الرياضة أنا نظن بلدي اليوم حان الوقت باش كل هاد الإخوان والأخوات اللي كانوا في الماضي عندهم بعث هذه الرياضة في الرياضة لازم نجمعوهم ولازم نروحو في برنامج وفي في ان في ان استراتيجي كونجوينت درنا كنت لك في اللجنة الأولمبية درنا لجنة وطنية تع استراتيجية الرياضة تع المستوى العالي على رأسها كان فيها سيم محمد بغداد اللي هو شخصية باريزة تعريضة ومهروف كان فعلا مستوى عالي كان مسؤول على المستوى العالي وكان فيها خبراء وناس الدكتورة وناس اللي شاركوا في محافل كبيرة من أجل تقديم الاختراحات والأفضل لهذه رياضة سيد مصطفى بيراف رح تبع معي هذه الصورة ورح تعلقنا عليها على المباشر نتابع مشاهدنا الكرام هذه الصورة وسيعلق عليها مباشرة رئيس لجنة الأولمبية مصطفى بيراف أكيد عرفت من في الصورة عرفت كل حال كيف ما عرفت لو تعلقنا على هذه الصورة بيراف الشرطة لندن لكل حال نقول بأن هذا رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القيم هكذا عبد الحكيم ديب هو يعني في الصورة مع الشرطة البريطانية هكذا هو والأمين العام والأخ الأخ نظن باللي هذا من جنب السياحة يعني تدقل جمالة يعني تدقل بأنه راح توريس أنا شوف عدو بالله من كل مثال عندي بكل صراح يعني لما تشوف هذه الصورة واش تقول خاصة في النكسة أنا كرياضي السابق كنت في الفريق الوطني الجزائري ولا أبو المرقة ولا بنيدة ولا حماد ولا هاد الإخوان اللي مرسوا الرياضة عندما تكون حالة كاريتية كما هكذا نبكو نبكو على الوطن ما ناخدوش صورة كارية نبكو على الوطن نبكو نبكو في بعض من الأحيان سمنا نروح لأن ما كناش في المشتوى المطلوب ما شرفناش بالجزائر هذا أنا نقول لك بدون أي مجاملة ولا بدون تعليق كيف تحب المسؤولية للدولة والناس اللي رأهم كفلين بالحركة الجمعوية ما رأهم شو القيمة نحن رأنا حركة جمعوية ومع أن نصم كل واحد يجيب من قلبه كل واحد درنا رياضة مارسنا رياضة بدك أنا من فضل رياضة هذيك اللي مارست هذي اللي كنت فيها من فضل معك كشخصية ومعروض نكملك ما دلت رياضة نكملك بلك أمني صفة بيرف نمر إلى الحديث يعني القبضة الحديدية بينكم وبين وزارة الشباب ورياضة لماذا لم يحل المشكل بينكم لحد الآن فيما يخص نقول لك ونعود لك بأن نحن رأنا مسلمين ورأنا طالبين الصلح وطالبين الحوار أنتم تطالبون الصلح بينكم وبين وزارة شباب ورياضة يعني من الصعب العمل بهذه الطريقة وما تعرفين لو كان فيه غلط من طرفنا نعطرفه به ونطلبه السمح أمام الشعب الجزائري كمان نحن رأنا ناس مرأنا نش هجوميين ولا رأنا نقوله باللي عندنا المهام نتعلم ونحترم لازم الناس تحترمنا ونحترمهم والمهام بينهم والقانون الجزائري رأنا محدد المهام تعقل لواحد هل إشكال مالي لأنكم صرحتوا فيما سبق أنكم تنتظرون دخل الأموال هل إشكال مالي أو سبب هل سبب مالي أساساً لأنكم صرحتوا فيما سبق أنكم تنتظرون دخول مبالغ ضخمة من الوزارة تكلمنا في هذا الموضوع وبالمباشر وقلنا نتلاقوا في طاولة ونتحاسبه وليسا الأخر يرجع يعني هاجري تقصد ربما الدعم المالي اللي تلقيته في أولمبياد يودي جانير وهكذا 31 مليار سنتين والوزارة كانت قالت هذه الأموال أين صريفت وكان تبديد هدفتناها هدفتناها لأن بيننا بيننا بينتوا الوزارة بيننا للشعب الجزائري كامل للجمهور كامل بأن هذا الأموال كانت مسارف لجنة الأولمبية والوزارة رجعتنا والوزارة وال سلطات العمومية رجعونا الدراهم اللي صرفناهم مش يقل أعطونا شبون شاونا صرفنا أموال رجعوهم منا حقوا معنا وبينالهم اللي هدو الأموال هدو ما أين صريفت أي ناس صريفت ورجعونا نظرها منها ومبعد تراجعوهما بلا قلنا لهم ما ينطلقوا في طاولة ونتكلموا عن الموضوع ولا فيه تجوزات من ولا من نتحاسبوا حنا في الحسابات أنهار أنا نسأل لهم 8 ملاير ومحدين ومعتارتين بهم و500 ألف دولار مديناهم مبلغ للألعاب البحر الأبيض المطاوسة 2021 100 ألف دولار مديناهم للألعاب الإسلامية اللي شاركوا فيها الجزائرين 700 مليون مديناها للأسبوع الأولمبي يجي محدى وكل شيء يثبت يعني كل شيء يعني عندكم الإثباتات أنا الدليل تعمل المصاريف وكل شيء يثبت يعني سيد السطف البيض أنا شو نقوله ضرق حنار أنا الكمل وليله أنا شو نقوله حنار عرفوا كل شيء ولا أنا أنا نقوله يا ودي نتلقى أنا 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 ما نضنش بالليل المشكل الجاي من عند الوزير وزير شابيبه ورياضة منصب عين وفخم طريق جمهورية له كل احترام من طرف كل إخوان والأخوات على الحركة الأولمبي وأنا ونطلب من كل الناس باش يحترموا وزير شابيبه ورياضة لكن سؤال مطروح لماذا الإخوان بعد من الإخوان اللي راموا في الوزارة هديك موظفين كل وزير اللي يجي يصروا مشاكل مع الحركة الجمعية تتهم الأشخاص مع الوزير هكذا أنا 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 محدد المشؤولية ونعرف شكل المشؤول على هذه الحالة الكاريتية وهذه المناورات ومنذ زمان أنا مرنيش على كل حال سيد مصاف بيرب خلينا نسمي الأمر بمسمية يعني من تقصد بالزبط نقصد مدير العم الرياضة ل على كل حال لو لو كنا في حالة عادية نظن بالله ما تكونش الأمور في هذا الحالة المضادة أنا أخيذ بأن لو كل واحد يتكلم بصراحة وكل واحد يكون موضوعي ويكون الإخلاص عند بعض الناس ما نلحقوش لهذه الدرجة في الاستخدارات تتلقون الدعم وحتى اعتراف الدولي كتجي تيقى في شخصكم كنائب رئيس لجاننا الإفريقية ولكن في نفس السياق تتلقون التضييق محليا يعني داخليا لماذا هذا التناغذ أنا أنا أقول لك كيف تفسر ذلك الأمر هذا فضينا فيه أنا ربحت الانتخابات على الشاحة الإفريقية 36 صوت على 18 36 صوت يعني كل دولة عندها صوت يعني 36 دولة هذا بش نقول لك وكنت يعني في حالة صحية شوية صعبة لو ما كنتش في حالة لكن الحد لله صحية نرك لباس لو ما كنتش في الحالة الصحية هذه قبل كنت ندير ندير نتيجة أكثر أكثر من ذلك فيما يخص الانتخابات لجنة الأولمبية الجزائرية أنا كنت يعني صارح مع الإخوان والأخوات اللي معايا في المكتب وهما بطل الأولمبيين ويقدروا يجوش شهدوا هنا وشخصيات بارزة في الرياضة العالمية وفي الرياضة الجزائرية قلت لهم لو أحنا نروحوا للغوط نخسروا نروحوا لديورنا نسلموا المهمة ونتحاسبوا ونروحوا للبيوت تاونا إذا ربحنا أنا ربحنا كانوا كان فيه تجمعات وعشوات وفي الغولف وبعد الجمعات الناس قلقت في وزارة شاببة والرياضة والتعليمات الصارمة قالوا لي كيفاش هذا يعني ما عندهمش ما حقهمش يدير واشي قلت لهم من حقهم كل واحد يدير لوبيين كما يحب هنا رأينا في الفوط اخويا والناس تعرف الناس وكل واحد يصوت كما يحب صبحنا صبحنا في الفوط قلنا لهم يودي تليفونات حطوهم لأننا عرفنا يعني صغرب الجميع صغرب لهذه الحادثة كاين ضغط الناس قالوا لهم صورونا للبيوت أنا لم يودي نحو عليكم الضغط هذا حطوه وأنا تكلمت مع الآيوسي مع اللجنة الأولمبية الدولية في الموضوع وقالوا لي واحد ما يدخل بالتليفون عندك حق واحد ما يدخل بالتليفون على كي تروح للمباسات تحط التليفون وتدخل كي تروح للمباسات حطو التليفون في الباب لكن بقى بأنه هذا إجراء جديد المهم 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 لو تابعت ندوة الصحفية الانتخابات جلت ياخي تحت ضل وتحت الرقابة تحت كل الميديا الجيلة كانوا يصوروا كانوا كانت لقاميرا تقالي تليفزيون يصوروا صوروا كانوا يزوموا وعلي بولتا كان نقل مباشر كان نقل مباشر انتهت الانتخابات سلمنا على بعضنا بعض السلام عليكم مبروك كل شي مبروك اللي رباح رباح اللي خسر سلم على صاحبه أبقى على خير أبقى على خير صبحنا في اجتماعات وحدة أخرى وقال لا لا تروحوا وتروا وديروا وريكور ودير ياودي هذه هذه سيد صدبيرا في نظر دقيقة هذه الصورة هذه الصورة هذه الصورة ما تشرفش الجزائر الجزائر ما تشرفهاش في نفس السياق كان عمل ندوة صحفية رشيد فزوين رئيس الاتحادية الجزائرية لدراجات السابق وش من المهنة عنده نهو انتهت كان هو رئيس الاتحادية الجزائرية لدراجات سابقا هكذا رشيد فزوين انت تعلم هذا تعلم به مهنده في شريط فيديو كان اتهم بعريفي رئيس لجنة الانتخابات وقال بانه كان يعني يكتب في الاوراق واتهمكم بمجموعة يعني من الاتهامات كيف ترد لهذه الاتهامات الأمر هذا انتهى الايوسي اللجنة الولمبية الدولية اللي هي تراقب قاع رياضة في العالم اخترت لموقف تعاب بعدما طلعت مليح على الملف وطلعت مليح على الأمور الإخوان قال لك نروح للمحكمة الرياضية هو يقول بأنه سيجأ لي المحكمة الرياضية الدولية هو عياله عياله مرتوت السنين وهي في المحكمة الرياضية قلوا قلوا مرتك كانت عدوا في المحكمة الرياضية وما وما قالتش في هذا الوقت وين كانت في المحكمة الرياضية وعلى ما ما دارت شكوا قالت هذ الناس هذو ما ما مش يخدمو كما لازم الحال كي كانت مرتو في المحكمة عياله كانت في المحكمة بكل احتراماتي ديها ومحترمة ما كانتش تقول هاد شي ودرك هو يعني هذا يتعامكم أيضا البعض يقول حتى في الجمعية العامة للجنة الأولمبية كان فيه 84 عضو هكذا لكن في العملية الانتخابية كنت صرحت بأنه يوجد 87 عضو البعض قال يعني كيف هذا مع ناصر يعني لزيدة كيف الجاو انت إلا جيت باش نتكلم على فزوين هذا اللي هو ما وش حتى هو ما وش عوده حتى في اللجنة الأولمبية في الجمعية العامة وما عنده حتى علاقة مع رياضة حاليا أنا نظن باللي رانا فيه غلط احنا نتكلمه على الخطوط العريضة رياضة الجزائرية والبرنامج والمواقف اللي راح تسمح للرياضة الجزائرية باش تنتلق في ظروف أخرى باش ان شاء الله ترجع إلى وضع اللي يسمح لها باش احنا عندنا في الرياضة عندنا الاتحادية الدولية وعندنا اللجنة الأولمبية الدولية وعندنا القانون الجزائري القانون الجزائري واضح رجعنا للدستور الأولمبي هذا كل واحد لازم يتبق القوانين هذا التحركات غير قانونية والمشاكل هذه ما يشعر الآن هو قال بأنه سيطعن يطعن وين يحر استسمحك سيد مصطفى بيرف تعرف أن الأخبار الهمة دائماً لابد أن تكون بالطبع كان هام لأنه متابعة لما حصل يوم أمس وتعيين طبعاً وتغيير الذي شهدناه إذن أحمد أو يحيا الوزير الأول يعلن عن تشكيلة الحكومة يوم غداً الخميس بالطبع هو الخبر الهام الموضح أسفل الشاشة الحكومة الجديدة تؤكد تبني برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أو يحيا كما هو موضح أسفل الشاشة في الخبر الهام سيعن عن تشكيل الحكومة يوم غداً التشكيلة ستعرف تغيير جزء يمس أربع وزارات حسب الأخبار الواردة أما الحكومة الجديدة كما أشرنا فهي تؤكد على تبني برنامج رئيس الجمهورية في خطة العمل وسنعود إلى تفاصيل هذا الخبر عودة إليكم سيد مصطفى بني وبالملاسابة للسيد الوزير الأول هو رجل تعدوله ونحن سعادة جداً بالتنسيب نتعوه ونتمنى له إن شاء الله النجاح وربي وفقه إن شاء الله في المهمة نبيه لتعوه سيد مصطفى بيراف الجزيرة لموعد معدد استحقاقات أهمها الألعاب الإفريقية 2018 كيف تحذرون لهذا الموعد القريب حتى الألعاب المتوسطية العام المقبل بإسبانيا؟ نحن على كل حال فيما يخص هذا الموضوع اللجنة الأولمبية الجزائرية أنت عارف بأنه ليفوطي ومشتتمد هذه الحفلة هدية الإفريقية واللي صبحت يعني عندها قيمة كبيرة لأنها تعلق المواهب الشابة ونحن عارفين بالإفريقية كاملة ذوك شباب اللجنة الأولمبية هي اللي قامت بالواجب وهي اللي جابت هذا اللجنة يعني الفضل ليكم هكذا في الفضل لينا وإحنا اللي جبناها ولي فوطيو ليف كوميتي أولمبيك أفريكا الحمد لله ومن بعد المجهودة جزينا بالمجهودات وخدمنا باش الحمد لله اليوم هذه الألعاب الإفريقية تاع الشباب 2018 رح تكون مؤهلة للألعاب الأولمبية 2018 في أرشنتينا من فضل قرار تاع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحمد لله لذلك عندنا الخطرة الأولى للألعاب الأفريقية تاع الشباب رح تكون مؤهلة للألعاب الأولمبية حان الوقت أنا لاش أني نقول حان الوقت باش نضموا الصف ونتلاقها ونتفاهمه أنا رأني نايب نايب الرئيس لجنة التنديم وبقالنا درقت عشر شهر للألعاب الجزائر جاهزة؟ الجزائر مايش جاهزة أهل طارة لازم نديمسيوني من اللجنة باش ما نحمش المسؤولية مع الجامعة أهل طارة لازم نقعد ساكت؟ أهل لازم نتكلم ونبعث رسالات؟ قطنا دقيقة فقط كلمة آخيرة سيد مصطفى بيرف الحلول العاجلة الحلول العاجلة اليوم لازم حوار ونحن نفتح حوار في سبتمبر مع كل الرياضيين على المستوى العادي السابقين والحاليين ونفتح حوار مع النساء لأن النساء المرأة الجزائرية جوز هام من تعلق الرياضة الجزائرية شكرا لك سيد مصطفى بيرف رئيس الجنة الأولمبية مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم عاودا إليكي هاجر شكرا لك كاميراتا أخا سيد مصطفى بيرف وكذلك لك عمان عطاب